السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم كل المتابعين الكرام تعالوا مع بعض نشوف آخر التوقعات للأسماء والنهاردة هنتكلم في مجموعة جديدة جدا ولكن قبل ما نبدأ فضلا وليس أمرا بطلب من كل من يشاهد هذا الفيديو الضغط على زر الإعجاب وتعالوا مع بعض أقول لكم إيه اللي بيحصل علشان فيه تغيرات كبيرة جدا ولينا صفحة على الفيسبوك كل ده هنستعرض ومعاكم في الفترة القادمة لكن أهم حاجة هو إن شاء الله لا يحدث إلا الخير للجميع الناس اللي بتسأل على الأخت مريم هي موجودة الحمد لله ولكن كانت بتعمل عملية كده فأرجو الدعاء ليها هتكون موجودة معاكم خلال الفترة اللي جاية وقناتنا التانية موجودة مع أختها مونة معالها قناة مساء الخير مساء الأخبار عفوا إزاق مساء الخير والسعادة على كل الناس اللي بيشوفونا هنتكلم النهاردة عن مجموعة جديدة من الأسماء حرف الفاء وحرف العين وحرف الميم حرف الميم اتكلمت عليها قبل كده الفاء والعين هقول عليهم بعض التوقعات وفيه شيء مهم جدا في هذا الفيديو علشان بس الناس اللي بتقول إن ده حاجة من الحاجات اللي مش حقيقية أنا مش بقول لك ولا جاي بقول لك على علم جديد أنا العلم ده بندرس فيه بقاله كتير جدا اسمه علم الحروف والأرقام خده من باب الفضول وليس الإيمان به أنا بدرسه بقاله كتير جدا ولكن العلم عند رب العالمين في بعض المؤشرات اللي قلناها للناس وتحققت ولا أنا ليا واتساب ولا ليا أي موقع بتواصل مع حد هي القناة بتاعتنا والتعليقات اللي بتتكتب لنا من المتابعين المحترمين والأخت عبير كانت كتب التعليق وهي الوحيد اللي مردتش عليه ولكن فيه تغيرات كتير جدا يا أستاذ عبير من الفيديو اللي فات للفيديو ده هل ممكن نقول لحضراتكم شيء هنا ونرجع بعدين ننفيه أنا معرفكش ولا أنت تعرفني أي حاجة بتكون طرقة جديدة على أي حرف أو رقم برجع وأقوله لكم دي مش مقدمة أنا بس بقولك نبزة على اللي بيحصل قناة بتاعتنا الحمد لله دخل على المليون مشترك فإحنا مش عايزين إلا المتابعين المحترمين مش أقولك أن أنت ما تشتركش أو تشترك برحتك لكن كل اللي أنا بطلبه منك يعني هو دعم الفيديو بالإعجاب علشان يوصل لغير حرف الفاء ليه مؤشرين مؤشر في نهاية العام يعني على شهر 12 بالتحديد ومؤشر تاني على شهر 9 الشهرين دول واحد بيمثله حزن واحد بيمثله فرح طب إيه اللي أنا جاي أضيفه أو إيه اللي جاي أقوله لك إن شهر 9 الحرف الفاء إذا كان من الرجال أو من النساء هيشوف شيء أنا بتكلم على الحروف الأولى من هذا الاسم اللي اسمه بيبدأ بحرف الفاء وفي بعض السور اللي ممكن لو اخترتها بيكون ليك حاجات تانية كتير بتفتح لك حاجات كبيرة طبعا الناس كتير هتقول ده أي كلام وأنا مش عايزك تكون متفاجئ من اللي أنا بقوله اللي امتابعنا وعرفنا بقاله خمس ست سنين عارف إحنا بنقول إيه اللي موجود لأول مرة بنرحب بيك طبعا على رأسنا من فوق طيب شهر اتناشر وشهر تسعة حرف الفاء عليه الحذر من واحد فيهم من واحد فيهم من شهر فيهم هيكون في حاجة حزينة وحاجة مفرحة جدا ده لحرف العين تلات مؤشرات ولكن التلات مؤشرات لحرف العين يا عبير هتكون عن الصحة ومش شرط تكون ليك انتي مش شرط تكون ليك انتي أنا مش بكلم على العين مش على العين يعني صاحب العين كمان لا العين في التلات مؤشرات هو او احد الاقارب المقربين ليه احد الاقارب القريبين اوي الصلة او الدرجة الاولى او التانية طيب الصحة المال والزواج او الخلفة او العلاقة او الارتباط التلات حاجات دول في مؤشرات بنسبة سبعين في المية مع اسم او مع الحرف في الاشهر القادمة من الفين اربعة وعشرين سبعين في المية باذن الرحمن هيكون فيه خير لهذه الاسماء طيب احنا بنجيب الكلام ده منين عشان الناس برضو اللي متفاجأة ومستغربة ومش مستوعبة هذه الاشياء احنا بنجيب الكلام ده من علم الحروف والاركام حرف العين بظهور مؤشرات معينة بنكتب الحروف اللي بتجينا في التعليقات وبنبدأ على هذا الاساس نقول لحضراتكم الاشياء اللي تهم المتابعين طيب كده تلات اشياء او تلات مؤشرات عن حرف العين حرف الميم وهنا كلامي عن حرف الميم باقي من هذا العام خلاص خمس شهور خمس شهور حرف الميم في الخمس شهور الباقية من هذا العام والعلم عند رب العالمين الخمس شهور اللي موجودين خلال هذا الشهر او رقم خمسة هيمثل لحرف الميم شيء كبير جدا ولكن يعني هيكون فيه نسبة من النساء بنسبة تسعين في المية هنقول لهم يعني مبروك على حاجات كتير جدا هنقول لهم مبروك على اشياء وتغيرات كبيرة جدا انا بتكلم هنا عن حرف الميم خلال الخمس شهور او واحد من الخمس شهور لنهاية الفين اربعة وعشرين ولا يعلم الغيب الا الله طيب كل هذه الاشياء ايجابية بالنسبة للعشرة في المية او الرجال اللي هم بيبدأ اسمهم بحرف الميم انا بقول لحضراتكم يوم عشرة من كل شهر يعني عشرة سبعة عشرة تمانية عشرة تسعة وعشرة عشرة وعشرة احداشر وعشرة اتناشر للرجال اللي بتبتدي بحرف الميم فيه حدث كبير جدا لاحد الرجال يوم عشرة او لمجموعة من الرجال اللي بيبدأ اسمهم بحرف الميم هيكون فيه مؤشر غريب ومؤشر يعني مش عايز اقول حاجة اتضايقهم ولكن هو حاجة مش هيكونوا زي بيتمنوا او حاجة هيكونوا مستنينها مش هتحصل او حاجة معينة هم بينتظروها وممكن تتحقق وممكن لأ العلم عند الله ولكن المؤشرات بتقول فيه اشياء يعني مش ايجابية ونتمنى لهم الخير والسلامة كده تكلمنا عن الرجال والنساء اي حد في نهاية هذا الفيديو محتاج التوقعات الكاملة عن الاسماء والشهور والارقام والحروف لخلال 2024 او في الفترة القادمة اكتب لي تحت في التعليقات واعملوا لايك للفيديو عايز تشترك اهلا وسهلا وتفعل جرس التنبيهات اهلا بيكم ايضا الناس تروح تشترك في القناة التانية بتاعتنا قناة مساء الاخبار باللون الازرق في ناس بتقلدنا كتير في قناة التانية بتحاول تاخد نفس الاسم والعلامة وبيتم دلوقتي رفع قضية عليهم وفي ناس كتير جدا هتتفاجئ الفترة اللي جاي على قنوات مساء الاخبار لان احنا بنحاول نحسن وانطور من المحتوى بتاعنا وحسب يا الله نعمى الوكيل في الظالمين وانتوا عارفين هم مين فارجو من كل من يشاهد هذا الفيديو لانا تمنى ليك انت وهي الا الخير والدعاء لاخوتنا شكرا لكم اسبكم على خير واشوفكم على خير اكتبوا لي تحت الاسماء اللي انتوا عايزينها الفيديو القادم هنعمله لحضراتكم وفيه بس مباشر وفيه اشياء كتير جدا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته